حياكم الله سفراء 16 دولة أجنبية في العراق أصدروا بيان أدانوا بالعنف المستخدم ضد المتظاهرين في الآونة الأخيرة وخصوصا في بغداد والناصرية كذلك منظمة العفو الدولية قبل يومين في بيان أدانة هذا العنف واللي يحتوي على أرقام ومعلومات مخيفة وقبل هذا في وقت سابق الأمم المتحدة أيضا أصدرت بيان أدانة بنفس الاتجاه وهنا نتساءل أكرر هنا نتساءل بعنم تستفهام ماذا يعني إدانة دولة للعنف المفرد ضد المتظاهرين وهل يشكل بداية العقوبات دولية خصوصا وأن بيان الإدانة فيه ثلاث دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن وكذلك عدد من دول الاتحاد الأوروبي وهذا قد يشكل أمرا ضاقطا على الأمم المتحدة وتقوم برفع الأمر إلى مجلس الأمن لكون الأعمال في العنف هذه تخرق المواد ومن إعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة من ميثاق العهد الدولي الموقع عليها العراق كذلك وهل الاستمرار بهذا العنف خصوصا في الإدانة من منظمات العفو الدولية وهل يومين رايتس ووتش وحقوق الإنسان يعرض للعراق للعقوبات المنصوص عليها في المواد اللي من ميثاق الأم المتحدة واللي بدايتها الإندار ونهايتها وضع العراق تحت الوصاية الدولية وهل يعتبر هذا العنف إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام المذكور تحديدا الموقع له العراق يضاف لهذا الاعتداء على السفارات وفق اتفاقية العلاقات الدبلوماسية وحماية السفارات كل هذا راح ناقش في حلقة اليوم من برنامج حديث بغداد مع ضيوفي في الاستوديو حيكون معي الأستاذ الدكتور علي تميمي خبير في القانون الدولي وكذلك الدكتور علي الفريجي